حسيت بفقدان ايه لما رحل عبد الحليم حافظ كتير 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 اوي لان شوف عبد الحليم مش موهبة فقط موهبة وزكاء يدير الموهبة بجدارة يا سلام زكاء يدير الموهبة بجدارة والفنان محتاج الى ادارة موهبته صح بالزكاء فني في اشوات كتيرة حلوة اقوى من عبد الحليم ينخص هالزكاء في الادارة والحتى دي مهمة جدا 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 مين الممثلين طيب اللي كان عندهم موهبة وسميل صبر شايف ان كانوا يستحقوا ان هما يسعدوا اكتر بس الزكاءهم ما ساعدهمش شوف ما هو الزكاء في ايه يعني عبد الحليم كان يجيد اختيار الكلمة اللي حيقولها في زمن انت بتتكلم فيه على يعني بعد عبد الوهاب وبعد فريد القطرش في الرجالة طبع طلع فوزي ياولاد بلدنا يوم الخميس وفين قلبي والحاجات دي لكن برضو ما خلاش الشباب ما اخترش الاغاني الكلمة اللي الشباب يقولها توبة توبا كنت احبك تاني توبة انا لك على طول خلك لي واخد بالك مصبوط فده اي شاب بيحب اي فقدر تبقى اغنيته سامحة وصلاح في المسابة الخلية صح واخد بالك ازاي فزكاء عبد الحليم اللي كان بيارة في اختار ده كان فريد وقتها يقول ايه فوق غصنك يا لامونة ايه واخد بالك صح ايما هنا الزكاء شو يعني ما فيش شاب حيقول فوق غصنك يا لامونة صح عندك حق تماما اه تماما فاختيار الكلمة واللحن صح كان جزء من الزكاء عبد الحليم في ادارة موهبته بالزبط وحاجة تانية كمان انا عرفتها من كل اصدقاء عبد الحليم انه كان صاحب صحبه بجد لو حبك يحبك صح ويدفع عنك ويدفع عنك انا فيه ناس كتير حقولي انه هو عمل معهم مواقف جدعانة هم نفسهم ما تخيلوهاش صح لدرجة انه كان ممكن بيغامر بنفسه فمقابل انه هو يجب لهم حقهم هو انت عارف كتير قوي من الناس تحب تاخد في الفنان يعني ايه لا ده كان اناني لا ده كان معرفش ايه لا ده كان ايه يعني ياخد الجانب السيء مصبوط تعالى الاشياء مصبوط في الفنانين وفي الرؤساء برضو نفس الشيء صح صح لكن انت لما تاخد الحاجة الحلوة في الشخصية مصبوط الله يعني تتذكر الشيء الجميل صح في الشخصية يعني لما تيجي تقول انور السادات هو اللي عمل ستة اكتوبر صح جيش المصري العظيم هو اللي عبر ممكن تفتكر له اخطاء بس هو الهدف انت عايز تشوه ولا عايز تفتكر الانجازات مش عايز افتكر اخطاء صح يعني اختار الحاجات الحلوة اللي اتعاملت مصبوط اه انا عارف كمان ان رحيل دلال عبدالعزيز وسامير غانم كانوا صعبين عليك اوي اوي يعني انا كنت احبهم جدا انا عارف كنت عارف السنوات الاخيرة كانت تقريبا يعني هما شلتك المقربة جدا جدا والونس اللي انت كنت تتونس به والله كانت دلال ورجاء الجداوي وميرفت امين كنا بنحب ان احنا نلتقي ومعانا سامير غانم بظبوط احيانا بظبوط اولتقي بسامير من غير الشلة النسائية دي صحيح اعمار يعني رجاء رحلت الاول رجاء رحلت الاول تركت فراغ اه طبعا ثم لحقت بيها دلال فعملت فراغ كبير عشان كنا انا حتى يوم ما رحلت دلال عبد العزيز فانها كبيرة اللي برضو بنترحب عليها للمرة المليون ربنا اغفر الله وارحمها انا قلت ساعتها حتى انا عارف النهاردة شعور سامير صبري وميرفت امين لان انا عارف انتوا كنتوا اضلع مهمة جدا في الشلة دي فانا عارف شعور كل يومين دول عمل ازاي لان انتوا فقدتوا يعني عارف الخل الوافي كما يقول